حلقة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم تنظيم داعش الإرهاب في العراق ولعلها الأقوى بين جرائمه والتي هزت مشاعر وضمير المجتمع الإنساني بعد اكتشاف مقابر جماعية تضم رفاة عشرات الآلاف من أبناء الشعب العراقي تقرير جديد صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق قال فيه إنه تم العثور على أكثر من مئتي مقبرة جماعية تضم رفاة أكثر من 12 ألف شخص في مناطق كانت خاضعة من قبل لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي وتضم المقابر رفاة آلاف الأشخاص الذين يعتقدوا أنهم ضحايا تنظيم الإرهابي الذي كان يسيطر في الفترة بين 2014 و2017 على مساحات كبيرة في البلاد تقديرات الأمم المتحدة تفيد بأن المقابر البالغ عددها 202 مقبرة الموثقة في التقرير تضم ما بين الستة آلاف واثنتا عشر ألف ضحية دفنوا في تلك المواقع وشمل ذلك النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك منتسبين سابقين من قوات الأمن والشرطة العراقية إضافة إلى العمال الأجانب المقابر تركزت في أربع محافظات هي نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار في شمال وغرب البلاد قرب الحدود مع سوريا وكان التنظيم يتحصن في هذه المحافظات حتى اندحر وهزم على يد القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في كانون الأول من العام الماضي هذه الجرائم وصفت الأمم المتحدة بأنها إبادة جماعية وقد ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما اعتبرت أن هذه الوفيات وقعت خلال حملة عنف ممنهج واسع النطاق قام به دعش مطالبة بحماية هذه المواقع من التدخل والتلوث لضمان تطبيق العدالة ومحاسبة الجنات التنظيم الإرهابي والذي استمرت سيطرته ثلاث سنوات على ثلث الأراضي العراقية روع خلال هذه السنوات السكان المحليين وقام بعمليات إعدام حظيت بتغطية إعلامية واسعة استهدفت أشخاصا كانت تربطهم علاقة بالحكومة العراقية أو لأسباب طافية وكذلك استهدفت أفرادا من المكونات العرقية والدينية ومنهم المسيحيون والإيزيديون وكانت أصغر مقبرة جماعية عثرة عليها في الموصل وبها ثمانية جثث وأكبر مقبرة عثرة عليها هي الخسفة جنوبي الموصل ويعتقد أنها تضم نحو أربعة آلاف جثث ترجمة نانسي قنقر